في إحدى القرى عاش فلاح فقير في ظروف سيئة حيث كان يعمل باليومية واليوم الذي يمرض فيه لا يجد لقمة عيش ومع ذلك كان راضياً بحاله لا يشكو أو يتذمر وكان ما يقلقه خوفه الشديد على مستقبل ابنه الوحيد فهو قد استطاع تحمل سوء العيش ولكن ماذا عن ابنه؟ إنه ما زال صغيراً والحياة ليست سهلة فكيف سيعيش في عالم لا يؤمن سوى بقوة المادة؟ وفي يوم من الأيام وبينما كان الأب يتجول في أحد المراعي سمع صوت كلب ينبح نباحاً مستمراً فذهب الأب مسرعاً ناحية الكلب فوجد طفلاً غارقاً في بركة من الوحل ويصرخ بصوت غير مسموع من شدة الخوف في هذه اللحظة لم يفكر الأب بل قفز بملابسه في بحيرة الوحل وأمسك بالصبي وأخرجه وأنقذ حياته ثم عاد لبيته مسروراً وفي اليوم الثاني جاء إلى بيت الأب الفقير رجل تبدو عليه علامات النعمة والثراء وعرف أن هذا الثري هو والد الصبي الذي أنقذه من الموت ابتسم الثري للأب ثم قال له لو قدمت لك الشكر طوال حياتي فلن أوفي لك حقك أنا مدين لك بحياة ابني أطلب مني ما شئت من أموال أو مجوهرات أو ما يقر عينيك أجاب الأب الفقير أنا لم أفعل سوى ما يمليه علي ضميري وأي فلاح مثلي كان سيفعل مثل ما فعلت فابنك هذا مثل ابني والموقف الذي تعرض له كان من الممكن أن يتعرض له ابني أيضاً رد الثري حسناً طالما تعتبر ابني مثل ابنك فأنا سأخذ ابنك وأتولى مصاريف تعليمه حتى يصير رجلاً متعلمة نافعاً لأسرته ولبلاده طار الأب من السعادة ولم يصدق ما يسمع فأخيراً سيتعلم ابنه في مدارس العظماء وبالفعل تعلم الصغير في أرقى المدارس وظل ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى تخرج طبيبه وتمر الأيام ويمرض ابن الثري بمرض خطير فاستطاع الطبيب الشاب ابن الفلاح الفقير إنقاذ حياته بتوفيق من الله وكان والده قد أنقذ حياة ابن الثري من قبل وقد حاول الثري أن يهب نصف ممتلكاته للطبيب الشاب إلا أنه رفض ذلك وقال له لقد أوصاني أبي قائلا إذا عملت معروفاً فلا تنتظر شكراً من أحد ويكفيك ثواب الواحد الصمد وثق تماماً بأنه لن يضيع عند الله أبداً ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عندما كان عمر ضياء ثمانية أعوام توفي والده فتولى خاله أمره وتكفل بالإنفاق عليه وتعليمه وبعد عام تزوجت أمه وكان شرط الزوج الجديد أن لا يعيش ضياء معهم فذهب ضياء إلى بيت خاله فرعاه أحسن رعاية وعلمه أمور دينه وقام بتحفيظه القرآن فنشأ ضياء نشأة إسلامية صحيحة وأحب خاله حباً كبيراً وبعد أن تخرج من الجامعة قرر الزواج من ابنة خاله التي وافقت دون تفكير فهي أكثر إنسانة تعرف أخلاق ضياء وحبه لوالدها وبره الدائم بأمه بعد عامين من الزواج لم تنجب زوجة ضياء فذهب هو وزوجته إلى المستشفى وأجرى التحليل دخل ضياء أولاً إلى الطبيب وعلم منه النتيجة وعرف أن سبب عدم الإنجاب من زوجته وأنه هو سليم فابتسم ضياء وحمد الله عز وجل ثم قال للطبيب سوف أذهب لأنادي زوجتي ولكن أريدك أن تقول أن العيب فيه وليس فيها فذهب ضياء وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء ودخل على الطبيب الذي أخبره بأن سبب عدم الإنجاب منه ويحتاج لعلاج طويل فأظهر الزوج الحزن وأيضاً الرضا بقضاء الله وقدره مضى بعد ذلك أربعة أعوام والزوجان صابران حتى قالت الزوجة يا ضياء لقد تحملتك ست سنوات وأنا الآن أريد الطلاق أريد أن أتزوج وأرى أولادي لذلك سأجلس معك هذه السنة فقط وافق الزوج وكان أمله في ربه كبير وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ولم تنضي سوى أيام حتى أصيبت الزوجة بفشل كلوي فتدهورت نفسيتها وأصبحت تلقي اللوم على زوجها وبينما هي في المستشفى قال لها زوجها إني مسافر خارج البلاد لأبحث لك عن كلية وبعد أيام اتصل بزوجته وبشرها بأنه حصل على متبرع من الهند وسوف يصل معه بأسرع وقت وقبل إجراء العملية بيوم أتى المتبرع ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج لينهي بعض الأعمال فغضبت الزوجة منه وقالت أنا أجري عملية خطيرة وتسافر وتتركني تمت العملية بنجاح وبعد أسبوع عاد الزوج وعليه علامات التعب الشديد فقد كان هو المتبرع بكليته أما الهندي فقد كان عاملا بالشركة التي يعمل بها ولا أحد يعلم بذلك حتى خاله وبعد العملية بتسعة شهور تحمل الزوجة وتضع مولودها وتعم الفرحة على الجميع ويسافر الزوج لإنهاء بعض الأعمال وبدون أن يدري ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه ونسي أن يرفعه في مكانه فقرأته الزوجة وعرفت أن زوجها كان سليما وهي التي كانت السبب في عدم الإنجاب كما علمت أنه من تبرع لها بكليته فأخذ التبكي بكاء شديدا ومن يومها كلما جلست معه تنظر للأرض ولا تستطيع أن ترفع بصرها له بسبب إساءتها له وصبره وحلمه عليها فاقترب منها وابتسم وقال لها لقد حاولت أن أرد قطرة من بحر حب وكرم أبيك معي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أراد شاب طبيب تشطيب شقته فاحتاج إلى عمال لنقل سيارة رمل إلى شقته في الطابق الأول فاتصل بأحد أصدقائه وكان ذا صلة مع العمال أصحاب المهن المعمارية فأسعفه واستجاب لطلبه وأرسل له عاملين لينقل الرمل إلى شقته كان الرجلان قد تجاوز الخمسين من العمر الأول رجل طويل ضخم مفتول العضلات قوي البنية والثاني رجل قصير نحيل ضعيف البنية فسأل صديقه متعجبا هل بمقدور هادان؟ إنجاز هذا العمل الشاق؟ قال له صاحبه نعم وبسرعة تفوق تصوراتك فلا تقلق جهز الشاب صاحب الشقة لهما متطلباتهم وتركهم وهو غير مقتنع أو مطمئن للأمر وبعد ساعات قليلة والقلق يزيد داخل الشاب ذهب إلى الشقة مرة ثانية وكم تفاجأ عند وصوله إليهما فقد أنجز أكثر من نصف المهمة فوقف الشاب ينظر إلى طريقتهما في إنجاز عملهما فالعامل الضعيف يفتح أكياس الرمل ويجهزها فقط ولا عمل آخر له سوى ذلك والرجل القوي يملأ الأكياس ويحملها على كتفه ويصعد بها إلى الشقة قسمة غير عادلة من حيث توزيع المهام والجهد في هذا العمل وبعد لحظات أخبرهما الشاب بأنه سيذهب ليحضر لهما مثلجات وطلب من العامل القوي أن يذهب معه وفي الطريق سأله هل هذا العامل يعمل أجيرا لديك بأجر يومي؟ فقال له لا إنه شريك مناصفة تعجب الشاب من ذلك وقال له ولكن هذا ليس عدلا فأنت من تقوم بكامل العمل وليس فتح الأكياس وتجهيزها بعمل يشق عليك فلماذا ذلك؟ قال العامل القوي أعلم ذلك جيدا ولكن رزقي متعلق بعد الله بهذا العامل الضعيف وسأخبرك السر في مشاركة له لقد كنت يوما بحاجة لعامل صغير السن ولم أجد وحين جاء إلي هذا العامل يطلب أن يعمل مساعدا لي فوافقت واستحييت أن أعطيه أجر والد صغير خصوصا أن لديه أسرة يرعاها فأعطيته الثلثة من كامل أجرة الحمولة وبقيت على هذه الحال بضع سنين إلى أن عرفت زوجتي بقصتنا فعارضت الأمر بشدة وطلبت أن أستغني عنه تماما ولا أقبله حتى بأجر عامل فامتثلت لرأيها وأخبرته بأن يبحث عن عمل مع غيري حتى أقضي إجازتي وفي اليوم الثاني ذهبت كالعادة إلى مركز تجمع العمال الحمالين لأجد عملا أقوم به ولكن لم يطلبني أحد ورجعت إلى بيتي ولم أعمل في ذلك اليوم وعودت الكرة في اليوم الذي يليه ولكن دون جدوى وتوقف عملي قرابة ثلاثة أشهر ونصف جلست خلالها أفكر لماذا لم يطلبني أحد للعمل وأنا الرجل القوي الشديد الذي ينجز وحده ما يقوم به بضعة رجال فذهبت للمسجد وصليت الفرد ثم استخرت ربي بصلاة ركعتين وأحسست بعد الاستخارة أن السبب كان لطرد هذا العامل الضعيف الذي قطعت رزقه بسبب انصياعي لرغبات زوجتي التي قرأت مفهوم الرزق بقراءة الحسابات الدنيوية واحد زائد واحد يساوي اثنين وسرعان ما ذهبت إلى بيت العامل ثانية وأخبرته أن يجهز نفسه للعمل في اليوم التالي وأقسم لك يا أستاذ أننا عندما ذهبنا إلى مركز تجمع العمال كنا أول من طلب للعمل ولم ينقطع عملي يوما واحدا بعد ذلك فشاركته مناصفة فزادت أجوري وزادت البركة في جميع شؤون حياتي يا أستاذ ليست العبرة في فقير وغني ولا في ضعيف وقوي العبرة أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى وأن نتق الله في ضعافنا وتملأ الرحمة قلوبنا كما قال رسولنا الكريم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال أيضا إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع عباده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة